ماذا؟ الغرفة الحسن بن الهيثم عاش ما بين 965 و40 عالم عربي مسلم عنده إسهامات كبيرة في برشة مجالات الرياضيات البصريات الفيزياء علم الفلك الهنسة طب العيون والفلسفة هو اللي أثبت أنه الضوء يجي من الأجسام من العين مش العكس كما كانوا يعتقدوا هو زيدة اللي أعطى مبادئ اختراع الكاميرا وقتها أعطى وصف صحيح وتجربة عملية لأثر مرور الضوء من فتحة صغيرة في حجرة مظلمة ومنها جاءت كلمة كاميرا من الكلمة العربية قمرة قمرة اللي تعاني حجرة تجربة ابن الهيثم نشحت في عرض الضوء ليتعدى عبر ثقب صغير على الشاشة الداخلية أما جواني بالتصويرة كانت معكوسة وما تطورت التجربة كان في بدايات القرن السبع عشر في أوروبا وقت لنشح المخترعين في عرض الصور بطريقة سليمة باستخدام المرايا في 1826 جاء الفرنسي جوزيف بينيس هو اللي يتمكن مش يعمل أول صورة فوتوغرافية في التاريخ أول ثورة حقيقية في التصوير جاءت على يد أخوة لوميار لا لكا سينما سينما جاءت على يد الأمريكي جورج إستمان اللي بداي في تصنيع الأفلام اللي تحفظ الصور السلبية نيجاتيب حتى يتم تحميضها حسر جاءت الكاميرا كوداك في 1888 بشكون أول آلة تصوير تجارية ينجموا الناس العاديين يشريوها في 1950 تاريخ ظهور أول كاميرا تصنع تصور في أقل من تقيقة أنظركم أول كانوا في شرح في بورقيبو ما بين 75 و95 أول تجارب لي بشكل لمحر نيجي 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 الكاميرا الرقمية ويقعدوا تصاور في وسطها في وسط التليفون ماذا بك تتخذها التصوير في ايتك معاش ناس تتخذها تصلح لشنو في مجال السينما في الراكور يعني كوش ومثل امشي يقول كلمة كيبه ذي انا طاو عندي صور بلوحي ما اخذهم من افلام لراكور يعني سكريبت مغير المسؤول على الكوستيوم يعطي لراكور بشكول انو راو تصاور المشاهد مو بالكوستيوم الفلانية بالمكياج الفلانية ويقعد ذيك بشما يسيروش لفودو راكور في وسط الفيكسيون كيبداو يتباعوا الكاميرا في امريكا وفي اواخر قنة 19 اي هيدا اللي قلناه را اي لا صحيح نعطيك المعلومة المعلومة الزيدة لامريكيين ما عانتها ما بتباع تغرموا بها وشنو تصاور اول حاجة الحاجات كيشوك اليوم كي عبد يموت لهم يلابسوه ويزينوه ويقعدوه ويصوروه فترقة تصاور متاع اواخر قنة 19 هم يصور معاه ويتصاور ويبدأوا قصير معاه ومفامي الميت يحتينو على الفتاة يدورو بي وبالكوستيوم متاع والامريا بالربا يحبوا يخل دور يحبوا بالتصويره دي كدوق يصوروهم ترقة تصاور في اواخر قنة 19 مئة وثلاثين سنة عمرهم وطلقة الميت تقول حي ياما هو ميت تقول كذاك مثلا بابا والعزيزي وراهو ميت وفاما سعاد تلقى جاه مره وبيعه معناتها اللطف حشاكم نساوي تلقى عائلة كاولة ربي يلطف بينا ثلاثة واربعة موتة مصورين مصورين مع بعض نخرجو من الاجواء هذي كئيبا كئيبا لا هي دود فصورة مصورين لشديقي أنس قال لك كرنبيل من هو الفريق الذي يملك أطول سلسلة من دون هزائم في التاريخ فريق كورت القدم بالله يسوهيل ألمانيا تربح فريق قومي ولا فريق لا فريق 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 أوروبي زيت ومش كبير ومش كبير زيت ومش كبير طاليانا مش كبير مش فريق مش أسيميلان ولا باييرن ولا بل بارسا ولا تلقى بسان في أوروبا شرقية سلافيا براغ ولا ولا سبارتاك موسك ولا نجم الأحمر بالقراد نجم الأحمر تيوى بوكارست تيوى بوكارست ها ذيك عليش غوري فيهم ربح ها ستة وثمانين تسعة وثمانين ميان وستة مباراة دون هزيمة مو على خطر ولد شابسيسكو يزيمنا نعرفوا عليه ولد شابسيسكو حب ستة و بوكارست هل في ركا تغسر؟ واختاش تغسر كي تلعب الشامبيونزليك ليه مكايا ما يوصلوش شامبيونزليك هي يلعبو تصفيات يوما في البطولة متعم ستة و بوكارست با ميربع حد ميربع حد ستة و بوكارست احنا في وقت من الأوقات با أبان خلط شويا أبان كاسيت فيها صوتو وصوتو مكلثوم من هو؟ كاسيت هو محمود ياسين الله يرحمو اليوم اي 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 مذكرهم توفي اليوم الفنان الكبير محمود ياسين عن سن 79 سنة بعد صراع مع المرض الزايمير اللي بعده بعده عن الحياة الفنية في اخر سبع سنين بديت رحلة محمود ياسين مع المرض في 2014 وقت اللي كان متعاقد على مسلسل صاحب السعادة اللي كان بروفي بشي قدمه مع هذا اليمام بشكل مفاجئ غادر محمود ياسين العمل بعده عمل البروفيت سببه معاناته مع المرض محمود ياسين ومحمود فؤاد محمود ياسين من موليد مدينة بورسعيد 1941 تعلق بالمسرح من اللي كان في المرحلة الاعدادية في مصر يعتبر محمود ياسين نجم خارج النطاق لانه تلمو عمل تجارب وصل يعمل مثلا سبعة فلان في العام عمل اكثر من سبعين فيلم في مسيرته في عشرة سنين ولكن اكثر من مع اغلبية النجمات سعاد حسني فات الحمامة جم برمية ولكن الحاجة اللي هي كان حريصة عليها انه محمود ياسين كان بعيد على الاضواء بعيد على المشاكل والحاجات العرك الفني وكله كان مركز برشة مع زوجته ووليده كان مركز برشة مع عيلته زوج كان امرأة حبه وفاهم عها حياته وعنده ابناءه يعني كان نجم مقاومات النجاح موجودة كلها ولكنه مختلف من اللي نتفكر وانا صغيع تقريب عام 78 جيل تونس في مارسو كرتاش عمل حتى فيلم في تونس ووقتها ووقتها ضيفه خاليس في نوردين يرحمه كل شي وهو يحب الصغع ياسر يحب دورنا بيه ونفضلكوا معاوك شي معاوك مشكلة نهج منك بيه وانصاف بنسي نوردين ووقتها صغيره في حجره تقريب عام 4 أو 5 سنين وهو نحكي معاوك من عاش كون منها قالوا الحاجة اكثر تخاف عليها قال وشي خاف معناه انو يتضرب في وجوه وانصاف صغيره وقت في يده شكله مفتح ووقتها ميته ووقتها ميته ووقتها ميته تفجعه وفجعه تلق نقضاه معناه على وجوه هكا واحد بيحك تحسوا لطيف 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 تتذكروا الكاسيت هذيك هم كرثوم وحودياسين وعندوسوت عالم كثرت اعماله بعد قدم في السينما دوار صغيرة من الاول في نهاية ستينات جيت فرصته الكبيرة في فيلم نحن لنزرع الشوك بعدها كثرت اعماله كيمال خيط الرفيع فتر حمامة أنف وثلاث عيون مع ماجدة قاع المدينة نادية لطفي مولد يادونيا مع ففراضي اذكوريني مع نجلة فتحي هذا فيلم في التلفزة قدم معديد المسلسلات منها الدوامة تحيير محمد خماسي غدا تتفتح الزهور شكرا زوج اللقاء الثاني اخو البنات اليقين العسيان فيلم حبيبتي محمود ياسين اكستريم حبيبتي لن انتظرك بعد اليوم لقد رحلت الى بلاد لم تتجمد القلوب فيها ولم تمت العاطفة رحلت وانا لم ازل احبك لن انتظرك بعد اليوم ولكني ساذكرك في كل يوم ولن انس انك انتزعت الحياة من صدرك وغرستها في قلبي موسيقى 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 علي في تونس الحركة رزينا عليك سدولي ليجين من حين خضراء في تجاه المنزح التعطيل زيدا مزل في شرع عثمان بنو عفين نفو المنزح ويتفتجه النصر كيف كيف مزل الضغط عليك سواء نفو حديق المنزح في تجاه حيرا فيها وتعطيل زيدا فما في شرع عبد العزيز الثعلبي نفو المنزح نوف الحركة مزلت معطلة عطريق الوطنية عدد واحد نفو في بنعروس نفو المحكمة كيف كيف زيدا على C40 فما ضغط نيفو المدرسة الاعدادية في سيدي حسين سنو الحركة تبقى عادية في تونس وفي بقية الولايات نشكروا كل ما نفعل معنا على الجروب فيسبوك يافمان في تخافيك اللي عنده معلومات من الكيس ينجمي كلامنا على 58 550 750 711 انا نرجع لكم بعد نصيف ساعة سيسروحكم في الكيس وترق سيمة لنسلكون بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة منتع الصباح تبدأ ونهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج السباحي الأول في تونس أصل لحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كيل عادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام للي وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي متسع ونص نص نهار برشة ضحك وبرشة ضمار على إيافام أحلى غتيو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة منتع الصباح تبدأ ونهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج السباحي الأول في تونس أصل لحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كيل عادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام للي وجديد مفاجأة الموسم وجيها الجندوبي متسع ونص نص نهار برشة ضحك وبرشة ضمار على إيافام أحلى غتيو بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإيافام السبعة منتع الصباح تبدأ ونهاركم معارك من الخمسة للسبعة يفين غاستي نكاري سيني بالنور يلا وصلنا للسبعة غير درجين هو وقت درجين لعب أناس بالمالك غريقة والله شيء غريب عملنا سويا ومبعد بشينا الدرج عشنا هو الفي لما يخرج السناء كاود ساكون طب كافينا يعني كافينا تفقنا تفقنا بش على حاجة أخرى الفيلم خرج السناء ويحكي على عالم كبير الفيلم باسم العالم هذا فرويد العالم انشتاين انشتاين سيري ولا فيلم فيلم خرج عام 2020 سناء سنة سعيد فيلم يحكي على عالم مهم ومهم جدا في الاختراع من أهم المخترعين ومن أهم العقول البشرية العالم هذا بش نوضح لكم يمكن فما شكون فيكم يعرفوش على خطر وقاع ظلمه معانت الظلم لأنه فما شكون غط عليه لكن رجعه لماذا؟ فهو يتبعونه باسمه وهي الحرف الأول من اسمه وحرف الأول من اسم الفين مزادة وبتبعه وقاعه تكريمه ويسرف تأتينا الحرف الأول فما فايتون اسمه فيها في كناديان هي يحكى علي في حلقة من الحلقات حكا علي سيدة قتلك ويمكن يعتبرو حتى أقوى من توماس اديسون وأنه هو أقوى من توماس اديسون عنده أكثر رقم خيص عالمي في الاختراعات هذا عنده حكاية 300 اختراع وات ليه من جيمس وات ليه ماذا قولنا ماذا؟ هو تيسلا هو نيكولا تيسلا نيكولا تيسلا هو من أصل سربي مولود في كرواسيا وقته الإمبراطورية المهونغارية للنمساوية وبشير الأمريكا هو عمل من أهم الاختراعات من أهمهم الظوء اليوم في ديارنا نستعملوا فيه شفتوا الفيلم ليه مازلت ما شفتوش نيوي نشوفه إن شاء الله هذيك عليه الكرهبة سميها تيسلا ولا الكرهبة تيسلا تكريم ليه ما تتبع شيتون ليه ما تتبع شيتون والموتور تيسلا لأنه تكريم له حتى في الموتورات معانت الموتورات بتاع الكرهب معانت الإذافة تيهاو كانت كبيرة برشا وهي كرهبة بزاو وشايد لي قالوا لك راو سيديجا الكرهبة تتشرجى سيديجا تتشرجى نعرفي بيلي تتشرج على ذكا يلا شايد يعرفي تتشرجى في الموتور تعدا وتخليها شايد لي بازي أنا مش هكي على مو مخرج مصري خاطر البير أحكينا على مقرج أمريكي اللي هو مارتين سكورسيز اليوم نحكي على مخرج مصري عاش من 1947 و 1995 عادف الطيب طبعا ينظر لكم شزرا تعرفي عادف الطيب بتقديم الأفلام الواقعية ومخرج تقريبا 21 فيلم كما سواء الوتوبي سواء الوتوبي وفليم يعني كل في سكلمة المصري الهروب الهروب مع نجم أحمد زاكي البري زادة مع نجم أحمد زاكي كتيبة العدام واخرز زادة كليب الفنانة لتيف العرفي وعمر بعض الزين واخرج سمحلي اخرج الأنغام وعمل كليب حلوي يسر اخرج الأنغام واحدة من أحلى غلياتها يا طيب يا أعز خطرات في الطيب لسن ويا الرحي شنطة سفر من أحلى الأغنيات وليه ولكليب في باهرة وحتى يخدمه مع لاتيفة حلوي يسر السينمائي المخدم ياله عم ستار نفركز على ثونائي تمثيلي تكون عام 1927 ثونائي ثونائي ستان لورل ستان لورل ستان لورل أوليبر هاردي خلي يكمل خلي جاوبة لا خلي يكمل أعطيت لسامي ما تقاطاش في الإيجابة وبعض غير الغير اللي تحب عمس دام العمل بيناتهم لمدة 25 سنة دون انقطاع وعطاهم أكثر من 100 فيلم مشترك سواء أفلم صامتة خطوما بدانوا قبل سنة ومعدي السنة ما خلطوش على الكولور خلطوه لا خلطوه على الكولور فما بعض أفلم كي تي كولوري بغلا سويت معناه في الأصل هما كولوري لما ودام العمل بيناتهم رغم اللي هما بكي بدايو ما بدايوش مع بعضهم بدايو واحد لغير بداي عام 17 وأغدي بداي عام 14 في التمثيل تقابلوا بالصدفة وخلقوا الشخصيات هذي الثنين اللي تحمل أساميهم الحقيقية واللون معناه تيب معناه لدرجة أنهم معناه معديش ولد دساني ما تعملوا بدايو وبالتاليين ما اسموه مش لغير دي اسموه ستاليو وفوليو اه إلان 3 مال فني تولي دو مالو جسم لثنين لثنين إلان 3 مال فني فنانسيارما عليش على خاطر واحد كان قمار جي اللي هو عردي كان قمار جي سمي ولي كان قمار جي ضايع تقريباً نفروطوا الكلها في القمار على الخيل والغاق كان كالضعي في ذاك يخرج منه كان مزواج مطلق كانت فلوسوا كلها ما يشاهد في النفقات نتعى النفقات نتعى النساء ليطلقهم كيتوفاوا عام واحد عام 65 والاخر عام 57 ما خليوش حتى شيء وكانت عندهم حاجة هي اللي خليتهم انغونية في الاخر هو انهم في كلوز مع شركة الامتاج انتاحهم انه لا يخلصوش عليها وتخلصوش عليها وتخلصوش عليها شركة الامتاج انا اكثر حاجة كان تضحك لي وين سبير هي كان حتى اكثر من شارلوي تضحك انا عندي سؤال مني فيك حلوب ارشا اه حكيت معا ليه هو حلوبة فق يزرع اصبع اي جسما هي تايز والوالد معتا جيبتر بحذية بذما باش عملنا سوي يا اخي اكتشفت ولي خدتو مين فهموش كينو طبيب كتب لي وصفة طيب جيكو بش نخليهنها ريخر وبش ناخد سؤالي مشاهدة ولا مستمعة اسمها حميدي تقول عسلم وتسلم علينا لكل قالت هذي سؤالي ذلي بهي الغاسين كغير وقت اللي وقع العدوان الثلاثي على مصر فم فنان يعمل بالإذاعة البريطانية بي بي سي خرج من نص وقال إن هذه هي آخر حلقة أقدمها في هذه الإذاعة حيث أنه لا يمكنني أن أعمل أو أقيم في دولة تشن وحاليا عدوانا على بلادي وتلقي قنابلها على أهلي في مصر ولتلك الأسباب أقدم استقالتي على الهواء وسوف أعود إلى بلادي أقاتل بجانب أهلي أعيش معهم أو أموت معهم من هو هذا الفنان المذيء معروف برشا ما مسلش برشا على خطر كان يقري فلسفة دايير تحية أخرى للوالد يقري فلسفة يقري مسرح يقري إخراج تليفزيوني عاش برشا في فرنسا في بريتانيا تغرب برشا خطر قراءة برشا وقراء وبعد كي ما قلت ترجع المصر وممثل حارف حارف وممثل معروف مات في 2004 في عمر 80 سنة جانا جانا لتونس أنا من أجام ش نعرف أنا من أجام ش نعرف كان جاي ولا على خطر توافى هو يصور في مسلسل الوهج الصيف الوحيد ببعو الوحيد اللي كان مذيع ولا ممثل اللي كان عنده أدوار الجد الأب في المسلسلات شوية من عش هو بديب في 1963 أنا هارب أو المسلسل وما تفرغش يصير السينما تلهي برشا حاجة أخرى بالتليفزيون أكثر يمكن ما النجامش نعرف الحقيقة ما أنت خاطر سؤال فما مسلسل شهير وفي السنوات في سنوات الثمانينات اللي هو ضد رحلة أبو العلاء البشري هو محمود مرسي محمود مرسي مرسي عدخولنا ممثلش برشا ممثلش برشا يتسمى بالنسبة للموهباني عنده محمود مرسي يدي نجم أنا قلت مش نجم عمل بين القسرين ما يريد un أيضا م spam المحمود مرسي أفضل أفضل في أكثر تليفزيون ها محمود مرسي الله مرسي زندتي مرسي هل اعتماد نجم نرح لم ذا لم صحس رامي عايش قال على فرح وأن هي أعلمية عندما لم يكن هناك أعلمية bravo فرح شكرا لكم مستمعين انتقاوا غدوة إن شاء الله في حلقة جيدة